المعيار الثاني للحكم هو معيار العقل وكيف نحكم على العقل؟ العقل من خلال الحوار أجلس مع الفتاة أسألها وتجيب تتكلم وأستمع فالفتاة عقلها سيحكم علي وأنا عقلي سيحكم عليها إذن أصبح عندنا الآن معيارين ضابطين الضابط الأول البصر الضابط الثاني العقل الضابط الثالث القلب وهو الأخير هذا القلب هذا لا بيدي ولا بيدي أي إنسان الآن بعد ما البصر ينظر والعقل يتعرف القلب يعني هذا من توفيق رب العالمين إذا فيه ميلان قلبي أو ما فيه ميلان قلبي إذا فيه ارتياح نفسي أو ما فيه ارتياح نفسي فلو عطينا لكل عنصر من هذه العناصر الثلاث نسبة مئوية مثلا لو قسمناهم على مية درجة كل عنصر يأخذ ثلاثة وثلاثين بالمية مثلا فالبصر ثلاثة وثلاثين العقل ثلاثة وثلاثين والقلب ثلاثة وثلاثين صاروا تسعة وتسعين يبقى واحد وزع للجميع بسيطة فالشاهد هنا كيف نحكم على الطرف الآخر يأتينا الشاب يقول أنا تعرفت على فتاة نقول له شفتها قال شفتها قلت له كم تعطي للبصر كان البصر صراحة أعطي صح إذن أخذ البصر ثلاثة وثلاثين بالمية كم تعطي العقل كان العقل أعطي يعني أعطي نصف صح يعني كم نصف الثلاثة وثلاثين كم عاد أنتم عندكم شطارة في الحساب ولا لا نصف الثلاثين خمسة عشر والثلاثة واحد ونص يعني ستة عشر ونص يأتي للقلب نقول لها بعد ما شفتها وتكلمت معاها قلبك ما لها ولا لا يقولي والله صراحة شعرت بارتياح إذن صار عندنا الآن الثلاث معايير كلها نتائجها إيجابية فنقول لا توكر على الله خلاص وافق على هذه الفتاة ونقول للفتاة لما ترتاحين قلبيا وبصريا وعقليا توكلي على الله عز وجل بعد الاستخارة لكن لو جاءت فتاة وقالت والله بصريا صح عقلا لا صفر قلبا نص نص نقولها تزوجي ولا لا حسبوا عندكم كم من نسبة فوق الخمسين بالمية ولا أقل من خمسين بالمية فإذن مرة أخرى هذه الأمور غالبا تحتاج إلى توقف وتروي ولا يوجد هناك وقت وإذا كان في تردد فالمسألة نحيلها لزيادة المعلومات يعني لو الفتاة قالت والله بصريا أعطيه أوكي صح وقلبا نص نص عقلا نص نص لكن أنا مترددة صراحة ما عرف أوافق على هذا الشاب ولا لا شو نقول لها نقول لها طيب جلسي مع هذا الشاب جلسة ثانية يمكن يكون في ارتياح أو يمكن تتضح عندك الرؤية أنك لا تريدين هذا الشاب جلسي معه جلسة ثالثة من باب التعارف إذن كلما جلسنا وتعرفنا كلما قوينا جانب البصر وجانب العقل وجانب القلب وبالتالي أصبح الحكم حكم واحد أنا أسأل مسألة وأطرحها لكم للنقاش أحيانا العقل يقول نعم والبصر يقول نعم والقلب يقول نعم لكن هناك عوائق في هذا الزواج يعني مثل من يومين طرحت علي قضية مثلا فيه عندنا في بعض البلدان العربية يشتريطون الزواج من نسب واحد لو تقدم شاب وهو كفاءة وتعرفت عليه الفتاة العقل والقلب والبصر مية للمية لكن هذا الشاب مرفوض مرفوض وين؟ مرفوض من العادات والتقاليد اللي عند الأهل لأنهم يشتريطون نسب معين في الزواج ولا يريدون أي نسب أو أحيانا جنسية معينة لا يريدون أي جنسية أو أحيانا يكون في اختلاف المذهب يعني أنا من يومين عرضت علي مشكلة فتاة تقول أنا مذهبي سني وتعرفت من خلال الأنترنت على شاب مذهبه شيعي هذا التعارف استمر ستة شهور أصبحت علاقة حب فقلت لهذا الشاب تقدم لي خطبتي والزواج يقول فقال لي لكن أهلي يرفضون أني أتزوج واحدة من المذهب السني فقلت له وأنا كذلك أهلي يرفضون أني أتزوج شاب من المذهب الشيعي هي تقول لي هذا الكلام بالرسالة ثم أني لو تزوجت منه أهلي سيقطعونني والدي سيغضبون علي وسأخسر عملي لأنني لابد أن أغادر بلدي إلى بلده هو يعيش في الغرب فما رأيك؟ قلت له والله يا أختي أنا الآن من العرض السريع لهذه المشكلة طالما أنها مشكلة خطبة وفي بينكم حب أنا أشوف هذا الزواج لو استمر سيكون فاشل لسببين أولا اختلاف المذهب وهذه مسألة لابد أن نلتفت لها مسألة جوهرية في نجاح الزواج من عدمها غدا ستواجهك مشاكل كثيرة في قضية تربية الأبناء تربينا على أي فكر على أي مدرسة مذهبية على أي مينهج هذه كلها في علامات استفهام هل في تنسيق؟ هل في ترتيب؟ واحد اثنين أنت عند الزواج ستخسرين والديك وهذه خسارة عظمى قد لا يستمر الزواج لكن الوالدين خسرتيهم وهذه فيها عقوق ثانيا ستخسرين عملك وهذا الزوج تعرفتي عليه عن طريق الانترنت نحن إلى الآن لا نعرف مدى صدقة من كذبة يمكن أنه يتحدث مع غيرك عشرات بهذه اللغة أنا لا أعرف فنصحتها بترك هذا الشاب وعدم الزواج فإذن أحيانا الفتاة تعتقد أن حكمها صحيح بينما الحكم هو ليس صحيح فالبصر والعقل والقلب نعم هم معايير لكن لابد من الاستعانة بالخبرة فأحيانا يكون ضابط الأهل ضابط صحيح وأحيانا يكون ضابط الأهل غير صحيح ولذلك في الشريعة الإسلامية أعطتنا حقيقة تميز عظيم جدا أنا لم أجد في كل الأديان والمذاعب وهو في شيء في القضاء الإسلامي يسمى دعوة العضل ما معنى العضل؟ العضل يعني أحيانا يتقدم شاب كفؤ محترم صالح متدين إلى الفتاة ويتم الاتفاق بين الشاب والفتاة على الزواج ولا يوجد هناك عيب من الذي يقف بالطريق؟ الأب فيرفض هذا الزوج لأسباب قد يكون للنسب للجنسية للبيئة لغيرها الشريعة الإسلامية أعطت حق للفتاة أنها تذهب إلى القضاء الشرعي وترفع دعوة ضد أبيها تصوره ما في لا مذهب ولا دين في العالم يقول هذا الكلام إلا الإسلام ترفع دعوة ضد أبيها وتقول للقاضي أن والدي يحرمني من الزواج لأسباب غير منطقية تعرفون ماذا يفعل القاضي؟ القاضي يستدعي الوالد ويناقشه فإذا الوالد استطاع أن يقنع القاضي بأن هذا الزوج غير كفؤ هنا القضاء يرفض الدعوة أما إذا لم يستطع أن يقدم ما يبرر رفضه فالقاضي يكون هو الولي للفتاة يعني كأنه ينصب نفسه ووالدها ويزوجها من هذا الشاب الذي تقدم له وأنا فعليا أنا شخصيا في المحكمة أنا زوجت أكثر من فتاة بهذه الطريقة والدها كان رافض والرفض لما ناقشت الأب كان الرفض غير مبرر الحقيقة غير منطقي وبالتالي هذا حق من حقوق الفتاة فإذا مرة أخرى نحن لما نتكلم كيف نحكم لا شك أنه المسألة مسألة مهمة جدا وهناك معايير أخرى المعيار الاجتماعي والمعيار الثقافي والمعيار التربوي لا شك أنه يساعد في قضية الحكم لكن أنا أعتقد هذه المعايير الثلاثة هي الرئيسة وسندخل الآن في تحدي خامس وهو تحدي مهم جدا كيف نتعرف على الخاطب أو المخطوبة من خلال الأسئلة العشرة التي تشاهدونها إذن هو عبارة عن استبانة أو استمارة كل واحد فيكم يجيب على هذه الأسئلة العشرة وبعدها ستكون النتائج بإذن الله جميلة نتابع معكم بإذن الله